بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزلق الشرق الأوسط سريعا نحو حافة الهاوية مع استمرار عدوان الكيان الصهيوني على قطع غزة فهل تخرج الأمور عن السيطرة ويتجه الشرق الأوسط نحو حافة الهاوية للتفاصيل كونوا معنا حتى النهاية صحيفة الڭارديان البريطانية نشرت تقريرا يتناول الإجابة عن هذا السؤال مع بداية عام 2024 ورصد التقرير كيف أن الشرق الأوسط يقترب من حافة الصراع الإقليمي وكيف أن الأحداث المتلاحقة خلال الأسبوع الماضي تشير إلى أن حافة الهاوية التي تمنعه من الانزلاق إليها قد تنهار سريعا كانت إسرائيل قد شنت منذ عملية طوفان الأقصى العسكرية يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول قصفا جويا وبحريا على قطاع غزة ورصد التقرير كيف أن الشرق الأوسط يقترب من حافة صراع إقليمي أوسع وكيف أن الأحداث المتلاحقة خلال الأسبوع الماضي تشير إلى أن حافة الهاوية التي تمنعه من الانزلاق إليها قد تنهار سريعا كانت إسرائيل قد شنت منذ عملية طوفان الأقصى العسكرية يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول قصفا جويا وبحريا على قطاع غزة تابعه اجتياح بري معلنة عن هدفين رئيسيين هما تدمير المقاومة وتحرير الأسرى بالقوة العسكرية وطوفان الأقصى هو الإسم الذي أطلقته حركة المقاومة الإسلامية حماس على العملية العسكرية الشاملة التي بدأت فجر ذلك اليوم ردا على الجرائم الصفيونية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ففي تمام الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لفلسطين شنت حماس اجتياحا فلسطينيا لمستوطنات الغلاف المحاذية لقطاع غزة المحاصر حيث اقتحم مقاتلون من كتائب عز الدين القسام البلدات المتاخمة للقطاع في ظل غطاء جوي من آلاف الصواريخ التي أطلقت من غزة باتجاه تل أبيب والقدس ومدن الجنوب ووسط حالة من الذعر والصدمة التي انتابت الصهاينة وانتشار مقاطع فيديو وصور لدبابات ومدرعات تابعة لجيش الاحتلال إما محروقة أو تحت سيطرة المقاومين الفلسطينيين وأسر العشرات من جنود جيش الاحتلال والمستوطنين وسيطرة فلسطينية كاملة على مستوطنات قطاع غزة أعلنت دولة الاحتلال أنها في حالة حرب للمرة الأولى منذ أكتوبر تشرين الأول الف تسعمائة تلاتة وسبعين في ظرف ساعات من اندلاع الحرب الصهيونية على قطاع غزة بدأ حزب الله في لبنان بإطلاق النار على بلدات وقرى شمال إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين وردت إسرائيل على ذلك بشن غارات جوية وفي الوقت نفسه بدأ الحوثيون في اليمن في شن هجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت على الفور بإرسال حاملتي طائرات والسفن الحربية المرافقة لهما إلى المنطقة لدعم حليفتها إسرائيل وبعد أن تعرضت القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة من جماعات مرتبطة بإيران لم تتأخر واشنطن في الرد عليها وفي الوقت نفسه اندلعت احتجاجات في الضفة الغربية على قصف المدنيين في غزة ولم يلبث المستوطنون الصهيين المتطرفون أن استغلوا موجة الغضب الصهيوني ليستولوا على الأراضي الفلسطينية ويروعوا سكانها وبحسب الجارديان فإن كل جبهة قتال من هذه الجبهات قد تشعل حريقا هائلا في الشرق الأوسط وتشير الأيام القليلة الماضية إلى مدى السهولة التي قد يدفع بها التصعيد سواء كان مقصودا أم لا إسرائيل إلى مواجهة مفتوحة مع إيران وتجر معها الولايات المتحدة الأمريكية أيضا إذ تسببت غار جوية صهيونية على محيط دمشق في مقتل شخصية بارزة في الحرس الثوري الإيراني السيد راضي موسوي الذي كان مسؤولا عن الاتصال العسكري بين سوريا وإيران وبعد وفاة موسوي يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر الماضي أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا أعلن فيه أن النظام الصهيوني الغاصب الوحشي سيدفع ثمن هذه الجريمة ولو تعرضت سفينة حربية أمريكية لهجوم فسيواجه بايدن ضغوطا شديدة للإتيان برد حاسم في الوقت الذي يدخل فيه عاما انتخابيا صعبا ويتطلع الجمهوريون إلى استغلال أي نقطة ضعف وقد حدث بالفعل خلال الساعات الماضية التحرش الفعلي بين الحوثيين والقوات الأمريكية حيث ردت القوات الأمريكية والبريطانية باستهداف مواقع الحوثيين في اليمن في أكثر من منطقة ولم يتأخر الرد الحوثي بإطلاق دفعة صواريخ على البوارج الأمريكية المتواجدة في مياه المنطقة مما يصب الزيت على النار ويشعل المنطقة في إطار حرب مفتوحة ربما تجرنا إلى حرب إقليمية وربما يقول البعض إلى حرب عالمية قد تحدث زلزالا كبيرا هل تدفع إسرائيل نحو انفجار المنطقة؟ يتساءل البعض كتب رئيس الوزراء الصهيون السابق نفتالي بنيت تعليقا في إحدى الصحف الأمريكية يعبر فيه عن وجهة نظر كثيرين في الجانب المتشدد من المؤسسات الأمنية في الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وهي أنه مكتوب عليهم محاربة وكلاء إيران إلى أن تحدث المواجهة المباشرة مع إيران هكذا يقول وقال بنيت في مقالة لصحيفة ووليستريت جورنال لابد من إسقاط إمبراطورية الشر الإيرانية على الولايات المتحدة وإسرائيل أن تدرك أن هدفهما الواضح إسقاط النظام الإيراني الشرير هكذا يقول رئيس الحكومة الصهيوني الأسبق وهو ليس ممكنا فحسب وإنما حيوي لسلامة وأمن الشرق الأوسط والعالم المتحضر برمته هكذا يقول الصهينا ويوم الجمعة التاسع والعشرين من ديسمبر كانون الأول إن عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة العنف في الضفة الغربية لكن الجلسة جرفت سريعا إلى مناقشة حرب إقليمية واعتبر المبعوث الصهيوني جلعاد أردان قضية عنف المستوطنين في الضفة الغربية محاولة إلهاء عن التهديد الذي يشكله حزب الله في لبنان وقال أردان الوضع في شمال إسرائيل في طريقه إلى نقطة اللاعودة مؤكدا على تحذير متكرر من المسؤولين الصهيين بأن بلادهم ستتولى الأمور بنفسها ربما بإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان وتخطى الكيان الصهيوني الخطوط الحمراء فقام باغتيال القائد الحمسوي الكبير الشيخ صالح العروري وبضعا من القادة في كتائب القسام فضلا عن اغتيالات طالت العديدين من قيادات حزب الله مؤخرا وكان المبعوث الصهيوني قال في وقت سابق إذا استمرت هذه الهجمات أؤكد أن الوضع سيتصاعد وقد يؤدي إلى حرب شاملة لا بد من محاسبة لبنان على العدوان الذي ينفذ على أراضيه بينما قال محمد الخياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن إن الجزء الأكبر من تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله كان حول الحدود إلا أن بعض الضربات كانت تتعمق في أراضي الطرف الآخر وهذا يثير شبح حدوث صراع لا يمكن احتواءه وله عواقب مدمرة على شعبي البلدين لتنياهو والهروب إلى الأمام منذ عملية طوفان الأقصى العسكرية يوم 7 أكتوبر 21-2023 تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 304 فلسطيني قتلوا في الضفة الغربية من بينهم 79 طفلا إلى جانب أربعة صهينا ثلاثة منهم جنود وقتل أربعة صهينا آخرين في القدس الغربية في هجوم شنه مسلحون فلسطينيون في الثلاثين من نوفمبر 22 وأصيب أحد القتلى برصاص جندي إسرائيل بالخطأ وقال خالد الجندي الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن إن العدد غير المتناسب من القتلى الفلسطينيين يشير إلى أن القوات الصهيونية تفرط في القتل لردع أي انتفاضة قد تشهدوا الضفة الغربية تضامنا مع قطاع غزة وأضاف الجندي يتصور الصهينا أنهم يمنعون انتفاضة ثالثة لكنني أظن أن الطريقة التي يعملون بها هي ما قد تتسبب في حدوثها وأشار إلى أن رئيس الصهينا بن يمين نيتنياهو يزيد من قابلية الوضع للإشتعال في المنطقة ونيتنياهو الذي يحمله الصهينا بأغلبية ساحقة مسؤولية الثغرات الأمنية التي سمحت بوقوع هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول مهدد بخسارة منصبه السياسي ولكن حين ينتهي القتال أو على الأقل حين تقل حدته ومن ناحية أخرى فالتصعيد قد يبقيه في منصبه وقال الجندي نيتنياهو بصراحة هو من يمل الشروط على جميع الجبهات في غزة وعلى حدود لبنان وفي المنطقة برماتها لأسبابه هو فهذه حرب وأعتقد أنه في كل يوم يستمر فيه هذا الوضع فإننا نقترب من اكتساح هذه الفوضى للمنطقة برمتها وما يزيد الأوضاع خطورة هو أنه لا يبدو أن هناك خيارات جيدة بالنسبة لمستقبل عدوان إسرائيل على غزة بحسب تقرير يرصد التداعيات المحتملة لأي مصار تختار حكومة بن يمين نيتنياهو عنوانه نظر مستقبلية على الحرب الإسرائيلية لتدمير حماس ونشرته مجلة فورينبوليس الأمريكية في الختام متابعين الأعزاء نسأل الله عز وجل أن يعجل النصر القريب لإخواننا في تلسطين وأن ينتقم من أعدائهم وحولتائهم في المنطقة متابعين الأعزاء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر